لا يعاني مرضى قطاع غزة من ويلات المرض فحسب الإهمال الطبي وعدم سيانة الأجهزة المهمة داخل المشافي أضاف ويلات جديدة لمواطنين قطاع الذين يرزحون تحت مظلة الانقسام الداخلي والحصار والحروب المستمرة خلف جدران مشافي قطاع غزة حكاية مؤلمة لا تعاني من الأمراض فحسب إفرازات الواقع المعيش أرخت بظلالها الثقيلة عليهم فزادت من مأساتهم مأسات تجلت بحالة المشافي المتردية في قطاع غزة تجولنا في أحدى المشافي المركزية فوجدنا مئات آلاف الدولارات مركونة داخل غرف مغلقة هي قيمة الأجهزة الطبية العطلانة والتي تخدم نحو مليوني مواطن الجهاز تقريباً لقيت له سنة عندي خربان في هذه السنة أنا حاولت بشتى الطرق أني ألاقي طريقة أن أبعد هذا الجهاز إلى الشركة بألمانيا أو الشركة التي في مصر ستصلح هذا الجهاز ولكن بالحصار والوضع الإقسيات التي نحن موجودين فيه فشلت معي كل المحاولات لم نستطع حصر الأجهزة الموقوفة ولكننا مررنا بأهمها والتي تعمل داخل غرف العمليات وأجهزة الأشعات والمناظير حالها كحال المرضى الذين تجمدت متابعتهم الصحية وهم على قيد أمل بإعادة إصلاح الأجهزة الأجهزة التي نتعامل معها أولا تحديث أجهزة من حوالي عشر سنين لم يتم تحديث أجهزة وإضافة أجهزة جديدة وتطوير هذه الأجهزة الثاني أن الصيانة مشكلة كبيرة لأنه لا يوجد معابر لكن ماذا عن المرضى وكيف تقول بهم الأمور في ظل الهيار الواقع الاقتصادي فعشان الجهاز عطلان كانوا أجله أنا فيها لا أستطيع أن أطلع برا أعمالها بسبب التكلفة المالية هذا حرام يعني رسول الله يقول لكم رائعين وكلكم مصولين عن رعيتي يعني إحنا وين في غزة وين يعني الواحد المسائل المفهوضة ينتبهوا على الأطفال الأطفال بروحوا ضحايا ولو صار في أي حاجة ويصمح على الرحل اللحمية رجعات مش حقدر شخص دكتوري شخص لحالته لأن أجهزة اللي هان عطلان ربما كانت الصورة أبلاغ تتحدث عن الإهمال الطبية لكن لا نغفل عن تلك القيود المكبلة لغزة والتي تجعل من صيانة الأجهزة خارج القطاع أمر غاية في الصعوبة نحن في وزارة الصحة اليوم نعاني من تعطل 350 جهاز طبي في داخل المستشفيات والمرافق الصحية الأخرى هذه التجهزات الطبية والأجهزة الطبية تحتاج إلى قطع غيار غير متوفرة في قطع غزة وأغلب الأجهزة الطبية الكبيرة هي مساعدات عينية من دول مختلفة ارتأت هذا الخيار مع ضعف الإمكانيات في مشافي القطاع التي تعاني من نقص دائم في الأدوية والأجهزة الطبية لأخبار الآن إسلام الزعنون غزة فلسطين ترجمة نانسي قنقر